مرحبا بفقرة كم بكلف اليوم رح نحكي لكم عن تكاليف تجهيز سيارة للمشاركة في سباقات السرعة أو السبيد تيست المرحلة الأولى هي مرحلة المتسابق المبتدئ اللي ما بقدر يشارك على سيارة عالية التجهيز من البداية ولهيك بقدر يستخدم سيارة شارع اللي هي السيارة العادية الشخصية وللازم نحكي إنه هالرياضة ما إلها مراكز تدريب متخصصة يعني هالمرحلة ما بتكلفنا إشي بعد ما يكتسب الشخص الخبرة المطلوبة ويصير عنده القدرة على التحكم بالسيارة بيصير عنده طموح نافذ بشكل أكبر فبالطر يرفع من تجهيزات سيارته ويدخل على فئة أعلى من الاحتراف وبهاي المرحلة بيحتاج لسيارة عائلية يعمل عليها أكمل تعديل هالتعديلات بتتضمن المحرك اللي رح يكلف ألف دينار القير رح يكلف ألف دينار إعجاله جنطات مستعملين ومعروفين بالإعجال لسلك أدجسبل وبيكلفوا خمسمائة دينار عنا كمان السنوبرصات اللي بدهم من متين لتلاتمائة دينار وآخر إشي تخفيف السيارة بها العملية منشيل غرفة السيارة بالكامل ومش شرط يكون في عنا رول كيج الفك والتركيب بهالمرحلة رح يكلفونا خمسين دينار وهيك هاي المرحلة بتكون كلفتنا من ألفين لتلات تلاف دينار هلأ بعد ما يوصل المتسابق لمستوى المنافسة ويصير حاسس إنه قدراته عالية لكن التأثير من السيارة بيكون صار الوقت لرفع قدراتها وهالإشي بيحاجة لفريق صيانة مختص وكلفة عالية بتتضمن سيارة مخصصة لسباقات السرعة فقط ويمنع قيادتها خارج الحلبة وفي حال بناء هالسيارة من الصفر فرح تكلفنا عشرين ألف دينار أول إشي تتفضل السيارة على الحديد والتفضاية بتكلف خمسمائة دينار بعدين بتم تركيب القفص الحديدي أو الرول كيج اللي لازم يكون مصنف للمشاركة الدولية أو المحلية وكل فيته بتتراوح بين ألف لثلاث تلاف دينار من هون على الميكانيكي لياخد إياسات المحرك والجير والقطع الرياضية الكاملة طبعا المحرك حسب قوته بيكلف من خمس تلاف لعشر تلاف الجير من ألفين لخمس وعشرين ألف سنوبرصات من ألف وخمسمية لثلاث تلاف جنتات مخففة من ألف لألفين دينار وطبعا بدنا أربع جنتات بدنا كمان البوديكيت اللي بتضمن الأبواب جنحان غطاء المحرك الغطاء الخلفي الطبون الأمامي والخلفي المرشات ومصد الرياح الخلفي اللي هو السبويلر هاي إذا كانت أصلية بتكلف من ثلاث تلاف لسبع تلاف وإذا مش أصلية بتكلف من ألف لألف وخمسمية بعد هيك منروح لمرحلة لدهان وتقوية الشاصي وتركيب البوديكيت وهاي كلفتها من ألف لألفين دينار من لدهان على الكهربائي والجدلة الجديدة اللي بتكلفنا ألف دينار من التجهيزات والتعديلات المطلوبة كمان كرسي مصنف سعره من خمسمية لألف ستيرينغ سعره من ثلاثمية لسبعمية بدلة متسابق مصنف ضد الحريق وجوارب وخوذة بتكلف ألف دينار كمبيوتر موتك أو لينك والتوجه للدينو لإخراج الأحصن النائمة وهالإشي بكلف ستمية دينار ورح نكون بحاجة لمبرمج كلفته من ثلاثمية لخمسمية هيك بتكون السيارة جاهزة وبيكون الوقت صار لاستئجار الحلبة لتجربتها استئجار الحلبة إذا كان من نادي السيارات بيكون مجاني لكن بحاجة لتقديم طلب وانتظار الموافقة أما استئجار الحلبة الخاصة فبيكلف مية وخمسين دينار باليوم بالنسبة للمتطلبات الأخرى فهي بنزين السيارة وهو من نوع C60 أو ألف بنزين خاص بسباقات السرعة يستعمل للطائرات ومصدره دبي سعر العشرين لتر بتراوح بين مية وعشرين ومية وخمسين دينار وكل سباق بلزم المتسابق من جلن لجلنين الخيار البديل هو الإيثانول واللي هو بنصف سعر البنزين المعدل يعني خمسة وسبعين دينار أكيد ما رح ننسى مرحلة التسجيل وإصدار الرخصة لسباقات السرعة مع الفحص الطبي الكامل وتكلفته من مية لمية وخمسين وقت السباق منكون بحاجة لو نشأت لنقل السيارة رسومها من خمسين لمية وطبعا السيارة تطلب صيانة كاملة قبل كل سباق بتكلف ألف دينار سنويا بدون قطع الغيار بالآخر مرحلة الاحتراف لها الرياضة رح تكلفنا 38 ألف وستمية وعشرين دينار كحد أدنى لكن مهما كانت الكلفة عالية على حلبة السباق بتظل كلفة الأرواح اللي ممكن نخسرها على الطرقات أعلى نتمنى السلام للكل كونوا أبطال على الحلبة ولا تكونوا متهورين على الشوارع شكرا